بما نحك ونكلم على انتقاله للبرسا أو لغير البرسا ما حدش عارف ممكن يبقى فيه جديد تشلسي مهتم جدا ممكن فريق زي البي اش جي بعد خروجه من دولة الأبطال على إيد الريال يفكر يجدد دماغه وكلام كان كتير جدا الفترة الأخيرة على فكرة أنه ميسي يرحل ميسي يعود لبرشلونة نمار خارج جدران البي اش جي الجماهير غطبانة فمن الوارد جدا يبقى فيه إحلال وتجديد وخصوصا مع اقتراب أيضا رحيل كيليا نمبابي لريال مدريد الأمر الأصبح في إطار المؤكد بداية من الموسم اللي جاي فممكن جدا بي اش جي يفكر في الاستعانة بمحمد صلاح لكن خلينا نقول أنه صلاح كده كده فاز بجائزة اللعب الأفضل أو لعب شهر فبراير الأخير بتصويت الجماهير اللي بتتقدم طبعا الجائزة دي من ربطة اللعبين المحترفين في الدولة الإنجليزية أربع مباريات لعبهم صلاح في الدولة الإنجليزية خلال فبراير سجل فيهم ثلاث أهداف وصنع هدف واستطاع بعد هدفه فيه هدفه الأخير في برايتر ركلة الجزائي اللي سددها أن يوصل لعشرين هدف يتصدر بيها قائمة هدافي البريمير ليج على حساب أسماء كبيرة جدا زي رونالدو وزي جيمي فاردي وزي ساديو ماني وزي هاري كين وعلى كل الأحوال الحقيقة كمان زي ما بينافس أو زي ما متصدر صلاح لقائمة هدافي البريمير ليج صلاح كمان بينافس بقوة كمان على لقب هداف بطولة الشامبيونز ليج صحيح يمكن متأخر شوية في الترتيب لكن إذا استمر الليفر بنفس القوة وبنفس الأداء وقدر يوصل لبعيد قادر جدا صلاح بتسجيله أربع أهداف إضافية أنه ينافس سابعا روبرت ليبندافسكي المتصدر الحالي لقائمة ترتيب هدافي بطولة الشامبيونز ليج بـ 12 هدف بيجي بعديه واحدة من المواهب اللي كلمت لكم عليها سباستين هالر طبعا مهاجم كود ديفوار ومهاجم آكس أمستردام اللي هتتفرجوا عليه النهاردة مهاجم واعد بكل على فكرة مدرسة آكس أمستردام فيه اختيار بالذات المهاجمين هم الحقيقة برعين جدا في اختيار كل المراكز يعني هي مدرسة تقولك إزاي تعرف تختار المواهبة اللي تقدمها بعدك عشان تبقى من أكبر الأسماء في أوروبا لكن بص بقى على الأسماء اللي قدمتها أو اللي قدمها نادي آكس على مدار مشواره مين اللي خرج من النادي ده باتريك كلايفرت خرج من آكس إبراهيموفيتش خرج من آكس دانيس بيركانب أعتقد كمان خرج من آكس لويس سوارز خرج من آكس هونتلر خرج من آكس فبتتكلم على أسماء وأتوقع كمان أن سباستيان هالر هيكون واحد من أهم المهاجمين في أوروبا في خلال المواسم القادمة في المركز الثاني برصيد 11 هدف بعد كده عندنا كريم منزيمة مع محمد صلاح في المركز الثالث مشتركين برصيد 8 أهداف عشان كده بقول صلاح كمان قادر يواصل منافسته على لقب هدف أوروبا في بطولة الشامبيونز ليك فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة شكرا